السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في برنامج صورة من الشعب واستكمالا للحلقة السابقة موضوع التابلت ومشاكل امتحانات أولى سنوي وتانية سنوي وهيكون ضفنا وضف حضراتكم اليوم الأستاذ حسن الشربيني الخبير التربوي أهلا وسهلا حسن بك أهلا وسهلا وضفنا أيضا وضف حضراتكم المستشار القانوني الأستاذ عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية والدسترية العليا أهلا وسهلا وسهلا هو طبعا استكمالا للحلقة السابقة بالنسبة لموضوع التابلت ومشكلة الامتحانات أولى سنوي وتانية سنوي فحسن بك بالنسبة كان فيه سؤال بالنسبة لحضرتك اللي هي الاختيارات المتعددة في دي بتعتبر فيه بالنسبة الاختيارات المتعددة بالنسبة للطلبة بيسبب غش جامعي؟ لا هو موضوع الغش ده يعتبر قلب نسبة فوق 90% ويعتبر شبه مستحيل شوية لأن النظام كان قاتي الامتحان بيبقى عبارة عن أربع أنزامة يعني الطالب الطالب قاعدين جمع بعض الطالب اللي على شماله إنها هي الامتحان أسئلة واحدة ولكن ممكن هو بالرقم الأرقام مختلفة سؤال 30 اللي جنبه واحد بيحل بيجاوب على السؤال رقم 2 اللي جنبه شغال فيه رقم 13 مثلا يعني النموذج بيختلف لا هو الامتحان واحد 40 سؤال مثلا كلهم واحد في اللجنة ولكن المختلف الأرقام مختلفة ترتيب الأسئلة مختلفة فعشان هو يحاول يغش التاني مش فضيله حيرجع تاني عشان دي صعبة شوية فالغش يقل شوية لكن هو النظام واحد الأسئلة واحدة لكن ترتيب الأسئلة مختلف يعني قصد حضرتها الترتيب الأسئلة هو المختلف إنما النموذج واحد النموذج واحد النموذج واحد ترتيب الأسئلة مختلف هم عادين مع بعض في اللجنة واحدة لكن اللي جنبه بعض الترتيب مختلف منعا للغش الجماعة منعا للغيش بقدر مستطاع سيادة المستشار عمر بالنسبة لحضرتك معروف عن حضرتك الدعوة اللي انت أقامتها ضد وزارة التربية والتعليم بخصوص المنظومة التابلت الأولى السنة اللي فاتت عايزين نعرف من حضرتك موضوع الدعوة إيه وإجراءات رفعها تمام طبعا قضية التابلت كانت من ضمن القضايا اللي شغلت الرأي العام العام الماضي وما زالت مشاكله مستمرة حتى الآن السنة اللي فاتت طبعا أولادنا اتعرضوا لصدمات نفسية وعصبية بسبب الاختبارات الإلكترونية سيد وزير التربية والتعليم عندما أعلن عن تطوير منظومة التعليم كنا نعتقد أن هناك تطوير فعلي وجدي لمنظومة تطوير التعليم ولكن عندما بدأ تطبيق هذه المنظومة التجربية على أرض الواقع أثبتت فشلها الزريع منذ اللحظة الأولى لانطلاقها ولكل كان معاصر لهذه التجربة أنا عندي المفترض أن السيد وزير التربية والتعليم استورد أجهزة التابلت في شهر 12 اتوزعت قبل أن اختبار 12-18 12-18 وتوزعت على الطلبة في شهر تقريبا اتنين وتم إجراء الاختبارات التجربية لتجريب استخدام الاختبارات الإلكترونية عن طريق التابلت كنا في شهر 3 منذ اللحظة الأولى لإجراء الاختبارات التجربية عن طريق التابلت سقطت السيرفرات وتعطل السيستم وكثير من الأجهزة اللوحية لم يكن مطابق للمواصفات حتى يتمكن الطالب من الدخول على المنصة الإلكترونية يعني أنت أرض حضرتك فشل المنظومة ككل ولا فشل تطبيقها فشل تطبيقها هو إحنا المفترض أننا لما باجي أبني عمارة بابتدي برمي الأساسات بتاعتها ما ينفعش أننا عشان أبني عمارة أبتدي من الدور الأخير من غير مرمي أساس الدور الأول اللي حصل أن الوزارة تعجلت وتسرعت في تطبيق هذه المنظومة دون أن يكون لديها أبحاث دراسية أو خط حقيقية لتطبيق منظومة تطوير التعليم كما يزعمون يعني أصدى حضرتك آليات التنفيذ بالنسبة للمنظومة ما كانتش موجودة ما كانتش موجودة هي ما كانتش موجودة آليات التنفيذ حضرتك يا فندم البنية التحتية البنية التحتية لاستخدام التابلت والاختبارات الإلكترونية ما كانتش موجودة يعني أصدى حضرتك برضو المزارة جابت التابلت ووزعتها على الطلبة من غير ما تبتدي أن هي تدرب الطلبة مش تدريب أن هي عندها بنية تحتية تستحمل البنية التحتية البنية التحتية يا فندم السرفرات والشبكات يبقى فيه هنا حضرتك تواصل ما بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم ما كانتش إحنا ما شفناش تواصل ما شفناش تواصل وما شفناش تنسيق إحنا اللي شفناه إن المتروع فشل فشل زريع منذ اللحظة الأولى لتطبيقه يعني أسباب الفشل عدم التواصل ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات عدم موجود خطة عدم موجود بنية تحتية هو ده كان السبب الأساسي في فشل استخدام منظومة التابلت العامل الماضي طب حضرتك أسس الدعوة بتاعة حضرتك إحنا طبعا إحنا كلنا كلنا مش ضد تطوير التعليم تمام ولكن أنا لما أتكلم على تطوير تعليم يبقى المفترض أنه يبقى عندي أبحاث دراسية بيقوم بإعدادها السادة المتخصصين في منظومة التعليم والمنظومة الإلكترونية طب نعرف رد حسن بيه بالنسبة اللي قاله مستشار عمر بالنسبة كفشل تطبيق المنظومة وعدم التنصيق ما بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم في تطبيق المنظومة وعدم موجود آليات لتطبيق هذه المنظومة لا أخو بسم الله الرحمن الرحيم هو فشل المنظومة دي ما فيش الكلام ده يعني بناءنا على إيه حضرتك أقول يعني بناءنا على إيه فشل يا حضرتك بس لحظة ديني فرصة حضرتك بتقول فشل المنظومة طيب فشل المنظومة وانت تعرف ان حضرتك السنة دي امتحن خمسمية وثمانتاشر الف طالب وطالبة على التابلت طب احنا بنرجع بنرجع الأمور اللي بانصابها انت قلت فشل بناخد المشكلة فشلت دي ايه بقى يعني فشلت انت بنيت كلامك على أساسي أنا كلامي على السنة سلبيات فيه فرق بين السلبيات والإيجابيات ان ما فشلت النظومة احنا بصراحة مش معاك نتكلم عن تجربة العام الماضي تجربة العام الماضي لا احنا كلنا في القاسي القاسي والداني القاسي والداني شهد بفشلها السيد وزير التربية والتعليم والسيد رئيس مجلس الوزراء لما التجربة تفشل او لم يتمكن الطلاب من أداء الاختبارات الإلكترونية في الامتحانات التجربية وما يقدرواش ان هم يمتحنوا ويطلع يعتذر ويقول ان احنا هنعالج المشاكل والعقابات اللي واجهت الاختبارات واجه في امتحان شهر خمسة يحدث ويتقرر نفس ما حصل في شهر ثلاثة وعدد كبير جدا 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 من الطلبة ما يقدرواش ان هم يؤدوا الامتحانات الإلكترونية والدكتور طارق شوقي على تصريحاته الرسمية الموجودة على كافة وسائل الإعلام في الاول قال ان نسبة النجاح كانت 91% واربعة من عشرة من حوالي شهر او شهرين قال ان نسبة النجاح كانت 20% بس احنا ما حبناش ان احنا نصدمكوا بالنسبة علشان خاطر الطلبة ما يصبحاش احباط فشل تطبيق المنظومة وليس فشل كمنظومة يعني المنظومة كتعليم احنا كلنا بالنادي بتطوير التعليم ما هو يا فاندي انتقدم العلمي ما هو احنا محدش فينا ضد محدش فينا ضد تطوير التعليم بس انا المفترض ان انا بنفذ مشروع زي كده بيتعلق بمصير ملايين الطلاب من طلاب المرحلة السنوية ما ينفعش ان انا ابتدي التجربة وعممها على مستوى الجمهورية وعلى جميع الطلاب في مرحلة مصيرية زي مصير السنوية العامة المفترض ان انا عشان خاطر ان انا اطبقها ابتدي من تحت بمرحلة التعليم الاساسي ما ينفعش ان طالب يبقى بيدرس بقاله عشر احضاشر سنة متعود على نظام دراسة معين اللي هو الكتاب المدرسي والمناهج السبتة والجمدة التي لم يطرق عليها اي تغيير من خمسين سنة واجا اقول له واقف دراستك عن طريق الكتاب المدرسي وتعالى استخدم الجهاز اللوحي او التابلت وامتحن عليه فتنقف عندي السؤال ما ينفعش ونوجهه الوستاذ حسن بالنسبة لسعادة المستشار عمر اصار نقطة جميلة جدا يعني هو دلوقتي المادة العلمية اللي كان بيدرسها الطالب في السنوات السابقة ويمتحنها واركي زي من فتصفير عمر قالها سين وجيم هي نفس المادة العلمية اللي بيتم تطبيقها على الطالب الالكترونيا هي نفس المادة بس انا عايز ارد رد بس في حاجة ما بيحبش اقاطي حد في الكلام هو السابق المستشار لازم يعرف ان احنا عايزين نخرج الطلبة او ننقل التعليم من مسألة الحفظ والطلقين الى منظومة تانية خالص جديدة ودي فيها لازم الطالب يواجه فيها صعبات يعني هي نفس المادة هي نفس المادة انا بقول لحضرتك بس هي مضافة لها معلومات عامة ثقافة بنكة معلومات علم غزارة مش المنظومة القديمة العقيمة بتاعة الحفظ والطلقين الحفظ والولد يكون محضر وحفظ وطلقين وحفظ وطلقين خلاص بقى عايزين نتطور ولازم اي تطور ليه ايجابيات ولسه البيات ده اللي احنا بننادي بيه انت بتنادي انا شايف ان حضرتك يعني ايه داخل بشكل هجومي وكأن مثلا الدولة او الوزارة وزارة التربية والتعليل على فكرة الوزارة دولة هي الوزارة الشغالها لوحدها الوزارة مرفق يعني ايه الوزارة لوحدها بس لحظة بس ان احنا بندافع عن حاجة معينة معلش الوزارة الوزارة جزء من الدولة والوزارة حضرتك لما بتعمل حاجة ما بتعملش حاجة بتضل الطلبة الوزارة بتمسل اولاء الامور بالضبط يعني زي ما أولا الأمور بيحبوا الطلبة الوزارة برضو تعتبر يعني أهم حاجة عنده مصلحة الطالب خط بالك فعشان كده ما بتعمل نظام والدولة بتصرف مليارات مش عشان تضر الطلبة طيب بستحيل يعني أنت بحسسني لكن في سلبيات أه في سلبيات أستاذيلك حسن بي ألو 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 أيوة يا شاه أي عمو أه اتفضل يا شاه يا عمو الانتحانات بتيجي طويلة ورخمة وبتبقى صعبة أنت في سنة كان يا شاه أنا سلسة عد علاء طالبة في ثاني سنوي بالنسبة لتجريبي ولا لغات لا لتجريبي عادي إيه الصعبات اللي تقول عليها يا شاه الانتحانات بتيجي طويلة وبتبقى صعبة والوقت مش بكافينا وامتحن الرياضة يعني زي بيجي خطياري والنفروض الرياضة محتاجة قوانين وخطوات طب انت بتقول إن هي امتحانات طويلة وصعبة اه في بعض الزملاء ليكي بيقولوا إن امتحانات خارج الامتحان أنت قبلتك مادة معينة كانت خارج الامتحان؟ اه مدة الأحيات جت كلها خارج المنهج كلها والامتحان للأحيات كان كم سؤال؟ تلاتين سؤال تلاتين سؤال والتلاتين سؤال كلهم خارج المنهج؟ اه كان صعبين جدا ومفيس حاجة جاي من المنهج يعني أنا بنذكر في المنهج وكده وفي الآخر يا جيت المتحان ما فيش حاجة فيه في المنهج يعني خارج المنهج بالنسبة للسؤال نفسه ولا المعلومة ككل من خارج المنهج كإجابة من ذلك اللي تواخد عليها لا هو السؤال نفسه خارج المنهج رب نشوف حسن بيري في الموضوع دي احنا أولا كلنا أولئة أمور وكلنا سواء أولئة أمور سواء وزارة سواء الساعة المستشار سواء حضرتك كل الدنيا أهم حاجة عندها مصلاح التطور نحن مش ضد التعليم ولا ضد إننا عايزين التعليم ببقى متطور نحن بقى خارج المنظومة التعليمية على مستوى العالم نحن نحب نتقدم بالنسبة للعالم طبعا ما احترامل الطيبة دي بنتنا طبعا وعلى رأسي وعلى عيني بس اللي هي بتقوله ده مش حقيقي أنا في وجهة نظري ليه بقى يعني لو كانت تلاتين سؤال خارج المنهج دي كانت قابلت مشكلة كبيرة كبيرة ازاي يعني الكلام مش منطقي يعني فرضا مش منطقي الكلام اللي قالته بنتنا هو كلام أولادنا كلهم احنا مش ضد البنت ولا ضد الأولاد الأمور ولا ضد الطلبة بس تلاتين سؤال خارج المنهج أنا بنتي في تانية سنة وبيتواصل معايا آلاف مؤلفة من طلاب الصف قالت لك الأحياء تلاتين سؤال خارج المنهج قالت لك كده معظم الاختبارات اللي جات في بعض المواد ما كانتش لها أي علاقة بالمقررات الدراسية اللي هم درسوها أنا المفترض اننا احنا بتتكلم ان وزارة التربية والتعليم تمثل الدولة او جزء من الدولة او مرفق عن في الدولة المفترض ان هي بتلتزم بالقوانين اللي بتفرضها عليها الدولة أنا عندي فيه قانون اسم قانون التعليم قانون 139 لسنة 81 وقرارات الوزرية المنفذة لأحكام هذا القانون قانون في المادة 27 بيحدد بيتكلم عن ان الطالب بيمتحن في المقررات الدراسية اللي درسها خلال الفصل الدراسي الاول او التاني فما هنا فيه استعالة ببنك المعلومات وبنك المحركة من خارج المفترض معلم الشهر سواني بس اكمل 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 كلامي فالمفترض ان طالما اننا فيه قانون المفترض اننا كوزارة ممثلة للدولة المفترض اننا التزم بيه ما ينفعش ان الطالب بيدرس منهج جامد وسابت ومخرجات التعليم بتاعته تعتمد على الحفظ والطلقين وان هو المدرس ما عندوش رؤية ما فيش نمازج اسئلة تم تدريب الطلب عليها او تم تدريب المدرسين عليها تمام سواء من خلال بنك المعرفة او من خلال النمازج الاسترشادية الموجودة على موقع المزارة هي تفضل المادة اجي 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 افاجي لا فاندي ما ينفعش اننا الطالب بيدرس منهج معين ولما يجي اننا اختبره اجيب له اسئلة تحريرية واقول اننا بقص بيه ما خارج التعليم بتاعته ان الاسئلة دي تعتمد على الفهم والاستنتاج درب لي الطالب الاول على نمازج الاسئلة اللي انت هجي باله في الامتحان درب لي المعلم الاول على هذه النمازج علشان يدرب ويعلم الطلبة عشان لما يجي يخشوا الامتحان يقدروا انهم يحلوا انا ما باختبرش طالب في معلومات عامة انا فيه مناهج مفترض هي هي تكاد تكون كلها كانت معلومات عامة انا طالما ان السؤال طالما ان السؤال مش من خارج انت اصدق عايز يكون السؤال مباشر زي المواد السابق او السنين السابق انا انا ما بص بص يا دكتور انا عشان خاطر ان انا اطور واعتمد على ان الطالب يعتمد على الفهم والاستنتاج لازم اغير له الاول المناجل اللي هو بيدرسها ما ينفعش ما فيش حد بيعمل كده الطلبة تم اصابتهم بالاحباط طب اصابتهم بفقدان الامل انا عندي حالات كتيرة جدا من الطلبة اتعرضوا لضغط نفسه وعصبي في عندي طلبة انتحرت بسبب عدم قدرتها على الاجابة على الاختبارات اللي تم وضعها من قبل الوزارة يعني انت حضرتك هنا بتقول فيه قصور من قبل توصيل المعلومة للطالب وفقا للمنظومة الجديدة اللي تم اطبقها مفيش منهج اتغيارك عشان اتكلم اني فيه منظومة جديدة انا المناسج بتاع تسبتها هى المنظومة الجديدة ايه المelasون بالمنظومة الجديدة الى هو موضوع التابلت الحل الي متتروني والحل الورب التابلت ده يا فندم مجرد وسيلة مش منظومة التابلت مجرد وسيلة ما هواش غاية وفضت رئيس المنظومة افترض ان انا بتكلم على منظومة جديدة انا ابتدي ان انا اغير المناج نفسها المادة العلمية نفسها أحرر أحرر أرسد حضرتك تغيير المادة العلمية تغيير المادة العلمية نفسها إنه أنا ما أخدش المادة العلمية هي هي بس أطبقها في الامتحان بطريقة تانية بالضبط كان إنما المادة العلمية الولد ما استفدش أو البيت العصب الطالب ما استفدش الطالب خلال الفصل الدراسي كله بيدرس في المدرسة وبياخد دروس خصوصية في منهج معين في مقررات معينة تمام؟ الأسئلة اللي المدرسين بيدربوا الطلبة على الإجابة عليها تمام سبتة وما تغيرتش ما ينفعش اننا لما جم تحنه في الآخر اجيب له اسئلة هو ما يعرفش عنها حاجة هو النموذج القديم ده عمري بيه حضرتك الاول لما كان الولد بياخد الكتاب المدرسي اللي هو مثلا 150 ورقة او 200 ورقة وبعد كده بيروح السنتر او بيروح لمدرس وياخد الدرس بيضغط له الكتاب في ملزمة من 7-8 ورقات فالولد هنا بيحفظ السبع 8 ورقات وكانها سفنجة بيخش المادة نفسية بيخش الامتحان تعصر السفنجة من هنا ويها دي مسئولية مين ويطلع بعد كده الولد منصوح المعنوة دي مسئولية مين مسئولية الطالب مسئولية الطالب ولا مسئولية الوزارة فهنا الاتجاهن هو للتغيير هو بالتغيير هو في النتغيير يها مسئولية الطالب للمسئولية اليزمة هو بس لساعات المشتكير بيقول في طلب انتحرت في طلب انتحر افن من فأصياء ده conectا الكلام ده اثناء اثناء اه اه اجراء الاختبارات. السنة دي يا فندي. طيب والايمن الفاتي. طيب هو اول مرة اول مرة. الو. 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 الو سبعة الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اه. اه. السيد محمد. اه. سؤال حضرتك. انا انا كنت انا انا كنت اه يعني انا شاف البرنامج بتاع حضرتك وبرنامج كويس جدا وبتكلمه في موضوع مهم جدا. اتفضل يا فندي. اه بقايد الاستاذ المستشار اه عمر. اه لو. اه يا فندي متفضل سؤال حضرتك. اه بقول لحضرتك انا بقايد انا بقايد حضرتك المستشار عمر في الكلام اللي هو بيقوله لان دي مشكلة فعلا بتواجهنا. اه انا عندي بنتي في اه تانية سنة وحضرتك التجريبي. السنة اللي فاتت اتبهدلنا بسبب موضوع السابلت. والسنة دي نفس الشيء. يعني عشان تروح مساحان الساعة تسعة والسابلت يفتح معاها الساعة احداشر اللي ربع. وحضرتك عارف الامتحان بتبقى مساحة دي ايه. كمان. هنجيب وقت منين حضرتك عشان تجاة وبحتها على الاسئلة اللي المحطوطة حضرتك في الامتحان. طب كان في اسئلة خارج المنهج? بيجي اسئلة معلومات عامة اكثر من اللي هم بيدرسوه. يعني بتيجي لازم دي تبقى عندها معلومات عامة وبتاقرة كتير. ولازم بتصالع كتير عشان تجاوب على الاسئلة اللي بتيجي. بتيجي اسئلة كتير. بمعنى كده بنوسع الافق التعليمي بالنسبة للطالب او المعلومة للطالب. بحيث ان هو يبحث بحيث الاكاديمي اللي فات اللي هو المنظومة السابقة ان هو ياخد الامتحان. سيلوا يجيوا يصبوا في الامتحان. ايوة حضرتك بس ايوة حضرتك بس كلام ده مفروض ان هو يتم من بدايته. ما يصبقاش ايه بتتعلم بقالها 12 سنة في اهتمنحك وبعد كده طبع عليها نظام نظام جديد لسه مش فاهمينه. ماشا سيد احمد شكرا فاني شكرا سيد احمد. بالنسبة برضو الاستاذ احمد بيسأل وبيقاية كلام مع المستشار عمر بحيث ان المنظومة لما تم طبقها فيه طلبة كتير اه تعبوا نفسيا والامتحانات لقوا فيها صعوبات في تطبيق المنظومة. طبعا ده هو طبيعي اللي استاذ محمد بيتكلمه للمتصد. اهل ازاحمد اهل مستهام به طبعا ان هو طبيعي جدا ان اولاد الامر كلهم تسعة وتسعين في المية من اولاد الامر والطلبة. ما بينقل حدوثك وبيتنظر الطلبة. في حالة اللي هم مش عارفين اصلا انهاية المنظوبة ايه. ان الموضوع ايه. هم تاهم انا معاهم بكلهم. انا مش ضدهم. انا بس بقول لهم هذا النظام لمستقبل اولادكم. مفيش حد بيعمل حاجة ضد الاولاد. ضد الطالب. في النهاية الطالب حيرتاع. انا عقولك مثال بسيط جدا. هو عشان برضو رايح الدنيا. بصفة بحاجة بشكل عام كده غريب خارج الموضوع. هوانا النهار ده اي ولايه امر في البيت. او المول بيبوصعبين جدا مع الولادهم في البيت. وهم اولاد بيعتقدوا ان الوليه اوليه الامر اه ضده. بابا ضده. لما بيقوله بينهروا او بيعجبوا او. وبيلزموا على حاجات هو مش عايزها. لكن في النهاية. ومصلحته. في النهاية هو بيعمل بيضغط عليه عشان مصلحته. هذا النظام في النهاية كل اولاية الامور وكل الطلبة حيعرفوا ان عاجلا او اجلا ان هذا النظام لمصلحته. بس ما اي معالي المستشار يا سيد حسن انه هو تطبيق المنظومة عمتا مش في محله بالنسبة. هو كلنا. المفروض اللي ابتدي بهذه التطبيق. تمام. من اول كيجي وان. بحيس ان انا اخلي الطالب من اول او التلميذ من كيجي وان اديره المعلومة دي. وكده ان انا بأسس اجيال على هذه المنظومة. واسس المنظومة صح. ويكون فيه تناسك ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات. بحيس ان هو ما يحصلش اللي حصل السنة اللي فاتت والسنة. الكلام ده مصبوط. وفي بداية القائمين على هذا النظام في البداية كانوا نطبقينه على كيجي وان وكيجيتو. وبعدين درسوا موضوع السنوي عشان هم عايزين يخلصوا من حاجات كتير او حكات عقيمة. حاطوها في الدارة الخمس. لسا احنا عشر وخمساشر سنة. فدرسوا الموضوع دراسة وافية. فلاقوا ان ممكن جدا يتطبق على اولى وثانية وثلاثة سنة. ونقضوا من اولى سنوي. حاضر 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 حاضر. اه اوعى تبتكر حاضراتك. انا القائمين على هذه المنظومة. ما كانوش فاهمين عاملوا هذا النظام على اولى سنوي. وهم فاكرين انه مش هينجح. لا. هما درسين كويس جدا وعارفين ان هذا النظام هينجح. ولكن قابلته مع عقابات كبيرة جدا. شبكة الاتصالات بيزياد والنت ضعيف جدا على مستوى مصر. انا عايز اقول لحضرتك. بس رضا برضو تاني على نظام الفشل بتاع المنظومة. ان حضرتك السنة اللي فاتت كانت الشكاوي قد ايه? والنهاردة قد ايه? بتقل. بتقل. كل القائمين وكل الاجهزة المعنية بهذا النظام. ما بيناموش. بتتلاشى اخطاء السنة اللي فاتت. بقدر المستطاع. طب تسمحلي يا دكتور بس يعني انا ارجو ان انا ما اكونش مقاطع حضرتك. بس انا اعقب على الجزء الاول من كلام حضرتك. ان كان هناك ابحاث ودراسات من القائلين على اه هذه المنظومة. ووجدوا انها ممكن تطبق على مرحلة السنوية العامة. انا هاتي لك يعني هجب لك خبر بجنت الاول مرة تسمعوه. احنا استاء تداول الدعوة امام محكمة القضاء الاداري. باستطاعنا ان احنا نحصل على اختار او البيان او مستند رسمي صادر من السيد رئيس قطاع التعليم العام في عام 2016 ان المشروع اللي بيتم تطبيقه الان تم التقدم به للوزارة عام 2016 من قبل احد المعلمين. وتم رفضه. وتم رفض تنفيذ المشروع. وترفض ليه? ترفض بسبب نفس الاسباب والمشاكل والعقبات اللي وجهت الوزارة لما حبت ان هي تطبق المنظومة. كلام ده كان في 2016 اواخر 2016. دكتور طريق شوقي تولى مقاليد الوزارة غالبا في 2017. تمام. ومنذ تولي مقاليد الامور في وزارة التربية والتعليم اعلن عن تطبيقه لهذا النظام. طيب احنا لما احنا بنتكلم ان اواخر 2016 الوزارة قدم لها المشروع ورفضته. قالت ان هو هيؤدي للإقلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. لان اختلاف النمازج الامتحانية ما بين الطلاب ان طالب يجيلو امتحان سهل وطالب يجيلو امتحان صعب. فده بيؤدن للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. ان الورقة الامتحانية ازاي طالب يجيلو امتحان صعب. النمازج كانت مختلفة. لا اختلف في المضمون. النمازج نفسها كانت اختلفة. في الترتيب. لا في الترتيب. هو ليس من عندياتي. ولكن ده كلام الوزارة نفسها. اختلفة ازاي؟ انا انت عاست تقولي ان في اللجنة واحدة امتحان مختلف الاسئلة مختلفة لا يا فندم اللي حصل فعلا في ارض الواقع ان اتنين طلبة يبقوا واعدين في لجنة طالب بيجي له نموذج اسئلة مختلف عن نموذج لا في الترتيب لا يا فندم وفي المضمون في الترتيب وفي المضمون لا المضمون مستحيل ده يا فندم اللي حصل وكان من ضمن اسباب رفض الوزارة لتطبيق هذا النظام في عام 2016 أن الورقة الامتحانية قد تكون عرضة للتسريب عن طريق شبكة الانترنت وده اللي احنا شفناه ولمسناه السنة اللي فاتت والسنة دي احنا بيقول إن النسبة تلغتش قالت 90% الكلام ده كيرا حقيقي أنا خلال الاختبارات لطلاب الصف الأول والثاني السنوي الفصل الدراسي ده اللي متحكم بيتصرف بعد ربع ساعة ونص ساعة من بداية الامتحان تمام أنا مقاضيتش على الغش أرد بقى اتفضل يا حسن دي مسألت الغش حالياً في المنظومة دي صعب ليه بقى؟ لأن اللي هيغش حيتعرف حتى لو غش عن طريق موبايل الرقم أوتوماتيك هيطلع في الوزارة المهمة بيخش أصلاً بالتابلت والتابلت متوصل بشبكة الانترنت تمام فسهل واللي كان بيحصل حضرتك أن الطالب كان بيقسم شاشة التابلت لجزئين جزء على جوجل وجزء على سيرفر الوزارة كان بياخدوا السؤال اللي موجود عنده وكان بيحطوا على السيرش بتاع جوجل بيجيب الإجابة بتاعته هو ده مش غش انت شبت التسريب السنوي لا فيه تسريب السنوي ما فيهش الكلام ده خالص كانت حالات كتيرة فيه تسريب السنوي دي دكتور هو لما الورقة الامتحانية تتصرب وهم موجودين داخل اللجنة الامتحانية هو ده مش يعتبر نوع من أنواع الغش يعني هو الورد أثناء استخدام التابلت يخش على النيت ويبعت السؤال بيخش على جوجل بيحط بيحط السؤال وبيجيله الإجابة وده مش نوع من أنواع الغش بيستسل مش مجهز يا أستس حسن أستسل هو يتمش الدخول عليه بالنسبة كجوجل أو بالنسبة بصراحة مع احترام السعادة المستشار هو بيقول حاجات من ضرب الخيال لا لا يا فندم مش مضرب الخيال يا فندم دي دي حاجات حاجات موجودة حاجات موجودة أهم الصباح يا فندم حاجات موجودة موسيح التفاكل المسألة دي تكون غايبة عن المقائمين إزاي دي يعني عارف يا فندم كان رد معالي الوزير على تسريب الانتحانات إيه؟ إن الطلبة اللي بتغيش دي طلبة نقاسف يعني طلبة مش كويسين ما تربوش أنت بصراحة بتقول تسريب الانتحانات عن الوزير أنا أمار لا شوفه أنا مش مدافع عن الوزير أنا مش عاكب الوزير هو كان يا فندم كان معالي الوزير علق على تسريب الانتحانات إن العيب أو السبب راجع لسوق استخدام الطالب للتابل بالزبط كده وإن الطالب طالب غشاش وإن الطالب يستهل إن هو لو هو هيغش يبقى ما ينفعش إن هو يكمل في المنظومة مش دي الحلول هي مش دي الحلول اللي أنا واجه بيها ظاهرة الزاهرة الغش زائد إن حضرتك بتقول إن في تقدم في الاختبارات الإلكترونية وفي استخدام التابلت حضرتك تعلم إن السنة دي تانية سنوي كان داخل اللجنة الوحدة طالب بيمتحن ورقي والطالب اللي جابه بيمتحن إلكتروني طبعا عارف ما ليه؟ طب إنت عارف السبب؟ نفس اللجنة ما السبب إيه؟ إيه السبب؟ السبب إن لما بيعصل عطلة في التابلت بتاع الطالب على طول بيدونه إمتحان ورقي بيتحاول من إمتحان إلكتروني إمتحان ورقي هو دامش فيه إخلال بالمبدأ تكافق الفرص وأنا لما الطالب يخش على الامتحان وهو بيحل ولما يتعامده ثلاثين سؤال ولا خمسة ثلاثين سؤال وينتهي من ثلاثين سؤال ولا ينتهي من الإجابة على الأسئلة كلها ومرة واحدة السيرفر يقع وما قدرش إن هو يرجع الأسئلة اللي هو أقام بالإجابة عليها ويضيع أكتر من ثلاثة ربع الوقت في استعادة الإجابة على الأسئلة اللي هو حلها هو دامش إخلال بالمبدأ تكافق الفرص؟ فيه طبع الإخلال بس عايزة أقول لحضرتك حاجة دي حالات استثنائية حالة استثنائية إزاي؟ طب معالجتها إيه حاجة؟ معالجتها هو طبعا الطالب لبا بيعطل عنده التابلت بتاعه المفروض في أول خطوة بتم إن فيه مدرسين معاهم تابلت مدرسين معاهم تابلت برضو كمان ردا عليك حضرتك إن المدرسين مش مدربين لا مدربين وكل مدرس في المدرسة اللي هم في سنوي معاهم تابلت باستلمينه زي الطالب بالزبط لأنه بيصححوا فإذا عاية حصل عطلة في التابلت بتاع الطالب هم بيدولوا مدرس بيجيبوا بيستعينوا بتابلت المدرس ويدولوا هو طبعا معا البسورد بتاعه وبيخش على زي ما تكون إنت عندك صفحة خيس وبدروح تفتحها من أي كمبيوتر موجودة ها موجودة لأنه هو بيفتح لا ما حصل لاش هو بيفتح هو بيفتح صفحاته هو بيفتح صفحاته وهو في الحالة حتى نفترض إن الامتحان بتاعه اختلف برضو حالة ستسناية حظه فبيدولوا امتحان ورق امتحان طب هنعمل له إيه أصلي؟ ده وارد دي أجهزة بتاعطل وارد أنا 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 ما ينفعش وارد العظم أغامر أغامر مش مغمرة مستقبل صلبة لا 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 ماشي بسبب احنا هم غير النظام مديني حد بكويسة نشاهد أرجع لحضراتكم أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم من جديد آآ معاني المستشار نرحب بحضرتك من جديد آآ معاني المستشار بالنسبة للدعوة لحضرتك اللي انت رفعتها من قبل أولياء الأمور ضد وزارة التربية والتعليم بخصوص التابلت آآ بالنسبة آآ بالنسبة العدد المدعين قد ايه بالنسبة للدعوة؟ لا بص حضرتك هو يعني أنا بأمثل مئات من أولياء الأمور اللي تدخلوا آآ معايا في الدعوة أنا الدعوة كنت أقامتها منفرداً أمام حكمة القضاء الإداري بصفتي والي طبيعي على بنتي أثناء تداول الدعوة بالجلسات حصل تدخل انضمامي لمئات من أولياء الأمور من اسكندرية الأسوان وكانوا بيحضروا آآ جلسات الأعداد قد يحضروا الدعوة العدد كان كبير ما قدرش ان انا نحصروا بس هو مئات من أولياء الأمور لأ أنا غرضي من السؤال حضرتك عشان نعمل نسبة وتنافق مئات يا فندم مئات هو نسبة وتنافق بص يا فندم حضرتك لو متابعني على الصفحة الشخصية بتاعتي على فيسبوك هتلاقي ان التفاعل معايا وما تنقله آآ الصفحات التعليمية المتخصصة في الشأن التعليمي على موقع التواصل الاجتماعي كلها بتؤيد وجهة نظر واحدة وهو ان في ضرر وقع على ولادهم وان هما بيتضرروا من الاختبارات الالترونية الكلام ده كانت سنة اللي فاتت الطلبات الختمية في الدعوة حضرتك احنا كنا بنطالب احنا كنا بنطالب يا جماعة ما ينتعش ان انا اغامر بمستقبل ومصير اكتر من مليون ونص او اثنين مليون طالب في مرحلة حساسة في مرحلة السنوية العامة دي واجي اطبق عليهم نظام جديد انا مش عارف ابعاده ايه يعني كنا بنطالب ان انا الغي منظومة التعليم من على طلاب السنوية العامة وابدأ بتطبيقها من مرحلة التعليم الاساسي علشان الطالب يبدأ كده في الداية ما يبتد ان هو يتعلم القرية والكتابة تمام يتعلم عن طريق استخدام التابلت يمتحن عن طريق استخدام التابلت يبقى مستمر من الدراسة من سنقول ابتدائي ولا من كيجي ولا من كيجي تو لحد لما يوصل لسنوي الرهبة نفسها بتاعة استخدام التابلت والاتقابلات الالكترونية هتكون زالت من عنده هي طبعا الدعوة اللي كنا رفعناها المحكمة 2019 كانت اصدرت فيها قرار باحالة ملف الدعوة الى هيئة المفاوضين بمجلس الدولة لاعداد تأرير قانوني بالرأي فيها التأرير ورد من هيئة المفاوضين هو المفترض ان الدعوة محجوزة لاعداد التأليم وفي انتظار صدور التأرير بمجرب ما هيصدر تأرير هيئة مفاوض الدولة ستعاد الدعوة مرة اخرى الى محكمة القضاء الاداري لنستكمل مرافعاتنا ودفاعنا امام محكمة القضاء الاداري لتقول كلمتها بالفصل في هذه الدعوة اما استمرار هذه المنظومة او الغاءها وقصر تطبيقها على طلاب مرحلة التعليم الاساسية حسن بي دلوقتي بنقول على اساس بالفرض الجدلي لو تم الفصل في هذه الدعوة بإلغاء هذه المنظومة الطلاب اللي هما اطبق عليهم هذه المنظومة هيكون يتعاملوا معاملة ازاي على الفرض الجدلي يعني انا دلوقتي لو المنظومة دي تم إلغاءها بموجب الدعوة المقامة من المستشار عمر ضد وزارة التربية والتعليم تم إلغاء هذه المنظومة على اساس تطبق من اول كي جي وان ويتم تطبيقها من اول كي جي وان ما تصير ايه الطلاب بالنسبة اولى سنة وتانية سنة وهيكونوا السنة الجاية في تالت سنة او فكلتا الحالات او فكلتا الحالتين الان ما فيش لا انا باكلم على الفريقة لا انا بتكرم هنا واحد الدعوتي مش حايددا مفيش دار مفيش دار فمعامله حساب لا واست اقتصد لا لا مش دار انا لغيت هنا المنظومة اه حينتحوا اه هو اصلا مفيش منزومة يا فندم انا بكلم دلوقتي مفيش منزومة ما smoke يا فندم كلنا عندي الحد دلوقتي انا عندي الحد دلوقتي في طلبة بيمتحن الانتحانات ورائية فلا داعي الضر تمام? انا بتكلم في الضرر اللي بيقع على الطالب هنا. انا عودت الطالب اولى سنة وتانية سنة وتالتة سنة على المنظومة الالكترونية الحل الالكتروني. فالمفروض يكون مؤهل ان هو يخش الكليات بهذه المنظومة ويتعامل في الكليات بهذه المنظومة. وهي هل هل الكليات بيتم التدريس فيها من خلال? الحلقة اللي فاتت واجهت السؤال ده اللي استاذ حسن قال فيه كليات تم اعدادها. ده لسه فن لسه فكرة هيطبقوها. مزبوط. انما انما المنهج السائب والعام في كل الجامعات المصرية ان الوضع الحالي هو الوضع اللي احنا كنا بتدرسه. مش هيبقى فيه اي تغيير. يعني المنظومة دي نزلت بس اولى سنة وتالتة سنة. بس. وتانية سنة. بس. انما تعديل بقى المناهج داخل الجامعات ده 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 لسه لسه مجرد فكرة. ممكن يكونوا بيناقشوها. انا كده برجع الولد. يعني الولد من السنين السابقة. سين وجيم والملزمة وكتاب. هالجاحة تاني في الجامعة. طيب. ما ده اللي احنا كنا بنقول. ما ده الكلام حضرتك بالنسبة يكون فيه تنصيف من قبل وزارة التربية والتعليم والمجلس الاعلى للجامعات. واق انا ردت عليك يا سيد محمد. ايه. هو انت تعتقد ان القائمين بهذه المنظومة مش عاملين حسابه ومعارفين من طالب يروح الجامعة. ما عاملينه حساب بس يعني مش هنسبق الاحداث. احنا خلينا في الحدث اللي احنا فيه الوقت. انت سوى جد السؤال اللي سيد محمد بتقوله كم واحد. السيد عمري. اه العمري بيه. اه كم اه كم الموكينين عندك كان. هو قال اه مش عارف قد ايه. انا اقول. انا اقول. اه تسعة وتسعين وتسعة من عشر يعتبر لي الموكين. كل اولا امور وكل الطالبة مش عارفين المنظومة راحة فين وجاي منه. عشان كده هما معاهم حق. وانا معاهم فيه. في ان هما. اللي هما فيه ده طبيعي. ده شيء طبيعي. يرى برضو فيه خلف المنظومة. لا. لا فيه سلبيات. سلبيات كبيرة جدا. بس الحمد لله هما بدأوا يعالجوها بشكل كبير. كبير. حتى الطلبة النهاردة يتمنوا. يتمنوا. بس هما يعرفوا رأسهم اللي جليهم حيعرفوها ان شاء الله. يتمنوا النظام ده يتطبق. بس ايه لما زي ما يعلم مرسلينو الاسبوع الماضي. قال لك بس توقف على قواعدها. وانا النظام ده حيبا كويس بالنسبة انها. الطلبة نفسهما عايزين تطور. خاصة المتفوقين من هم. اللي هما يعني عايزين يوصلوا للمكانة العلمية عاليا. لان التكنولوجيا هي اللي بتطور. فانا النهاردة بقول لحضرتك الناس الاولاء الامور والطلبة. انا معاهم وعارف كويس جدا ان هما ضد المنظومة. انا اولاء امر برضو. وجد الاولاء امور. في نفس المنظومة وفي نفس. احنا بنقول دلوقتي. الصبر وان شاء الله نخرج من الحالة اللي هي مهزوزة عند الاولاء الامور وعند الطلبة دي. وان شاء الله هيعرفوا ان ده حاجة مستقبليا وحتى بنتك. بالنسبة يا حضرتك جلوقتي هزي المنظومة هتقضي على الدروس الخصوصية وما في الدروس الخصوصية. لحد كبير. لحد كبير جدا. او على على فكرة المدرسين من هذا الخصوصين دغلوا في المنظومة وبحثوا وجريوا. بص هما بقدروا. ما فيا دي ما فيا. بص يا يا سيد محمد. احنا بنخرج بالمنظومة دي بحكتين كبارة. اولا بتتطور ده منه منه. تطور الفكرة. بنخرج من تلقينه. جاي ما حضرتك بتعرف ان جميع اولاء امور بتتكبد. اه. اقولك 40 من دله صحية. انا اقولك اللي بحكتين مليار. حضرتك فيها. اه في سيد محمد. ما يمليار جلسة انا هو. بسهس محمد. بسهس محمد. او الاستاذ وساعات المساشر عارف. التعليم اصبح تجارة وليست رسالة علمية. احنا بقى عايزين نرجع الرسالة العلمية تاني ونلغي التجارة. انا ما اتفق معاك يا دكتور. يعني دي تجارة. بقت حاجة. أنا علشان أقضي على مافيا الدروس الخصوصية اللي قولنا بتتضرر منها واللي هي بتمص دمنا كأولياء أمور أنا لازم أرجع الأمور لنصابها الطبيعي المفترض أن أنا أول حاجة أعملها أن أنا أهتم بالمعلم الأول أهتم بالمعلم أهتم بيه أن أنا أكفله حياة كريمة يقدر أنه هو يعيش منها مدفعوش أن أنا أبديله ألفين جنيه في الشهر ومطالب أنه هو يوفر زيه زي أي فرد من أفراد الأسرة عشر تلاف جنيه وتمن تلاف جنيه على سلخاطر يقدر أنه هو يعيش حياة أدمية أبتدي أن أنا أهتم بالمعلم الأول وأوفر له دخل ثابت يقدر أنه هو يتقوت منه ولو جاء بعد كده يدي دروس يتقطع رقبته أستاذ ساعات المصر شهر ساعات المصر شهر معلمين مصر تعدوا المليون ومتين ألف منهم نسبة كبيرة جدا عندهم ضمير حتى لو خد ألف جنيه حضرتك أنا مش بنشكل لو خد ألف جنيه لكن في فئة مسيطرة سيطرة كاملة اسمهم ما بي الدروس الخصوصية لو أنت تديته عشر تلاف جنيه في الشهر عشرين ألف جنيه في الشهر ملتب هو حيدي دروس ليه لأنه بيكسب في لهم عشر خمسسين ألف يا دكتور يا دكتور هي الوزارة سكتة عليهم ليه طب حضرتك دلوقتي السناتر إنما عندنا ناس عندها ضمير السناتر يا دكتور بعد إذن أستاذ محمد السناتر موجودة في كل شارع ما هي المافيا دي ما هي دي المافيا فين دور الوزارة في القضاء على هذه المافيا الوزارة سكتة عليهم ليه هنا بقى الكلام هنا الكلام الوزارة النهاردة مش سكتة عليهم كل شيء مدروسه محسوب أقول لأي الأمور النهاردة أصبحت الدروسة عندهم حاجة طب ليه حضرتك حضرتك بيه بعد إذن حضرتك بالنسبة للسناتر اللي بيتكلم عليه سعادة المستشار والدروس الخصوصية الخارجية ليه ما يتمش استغلال المدارس واستخدمها كسنتر يبقى أنا دلوقتي الولد نفسه بيطلع من مدرسته بالحيث أن المكان اللي هو بيكون في السنطر مع المستشار مساحته 200 أنا عندي مسطح المدرسة أشوف كم متر هستغلها حصلت محاولات كتير هارد على حضرتك حصلت محاولات كتير جدا يحاولوا أن نحن رجع الطالب للمدرسة ياخد فيها مجموعات تقوية بعد الدور ولكن الطالب رفض السنطر السنطر مكير وعمل له بوفيه وقهوه وشاي واخد راحته وعايز يخلق مزاجه وعايز يعني بص فما أنا مؤهلش ليه المدرسة أن أنا أعملها كسنتر يبقى أنا استفادت والطالب استفادت والمدرسة استفادت والوزارة استفادت بص يا سمحام مدرس السنتر السنتر ده مدرس السنتر ده جاي من إين لا في واحد ما تبع وزارة الطلبية وطعليه ولا جاي من بره حضرتك كويس النقس ده هو مش عايز ييجي يبدي للوزارة نسبة ما هو قصت الوزارة هتاهم منه أنا أكبر الطالب حضرتك إن هو ياخد عندي درس اللي بياخده في السنتر لو أنا وفرته له في المدرسة كسنتر ليا في الفترة المسائية بدل المدارس يسكونها الغربان والخفافيش أستغل المكان ده يبقى أنا كده بقدر على السنتر في ديسكات للطلبة تقعد عليها ما هنا حضرتك بالدخل اللي ييجي ده هوافر ديسك بالدخل اللي ييجي ده المدرسة هتاخد نسبة والوزارة هتاخد نسبة في حاجة اسمها فقه أولويات أنا المفترض إن أنا بتكلم عن تطوير يبقى أنا أطور البيئة الأساسية نفسها إن أنا بدل ما بشوف المناظر اللي بتبقى موجودة إن الفصل بيبقى فيه تمانين وتسعين ومية ومية وعشرين طالب وملهمش مكان إن هم يقعدوا فيه قاعدة آدمية زيهم زي أي بني آدم ربنا خلقوا وبيقعدوا على الأرض ولو قاعدين بيعودوا عشرة ولا تمانية ولا تسعى في ديسك واحد طب ما أنا كده بجود الداخل حضرتك يا أستاذ محمد أنا كنت مفترض إن أنا عشان أطور أبدأ بفقه الأولويات أطور المدرسة الأول أوفر للطلب أماكن يقعدوا عليها أخف من كسافة الفصول بدل ما الفصل عندي يبقى فيه مية طالب لا يبقى فيه ستين طالب أنا فيه خمسين طالب أبني مدارس أبني فصول وبعد كده تعداد السكان يعمل إفتاح هذا السكان بس تفضل الأستاذ المشاهدين ووزارة التربية والتعليم ككلمة فيها في الوقت البرنامج هو طبعا يعني هو الرسالة اللي أنا بوجيها المسؤولين عن وزارة التربية والتعليم إن إحنا بين نشدهم إن هم رعفة بنفسية الطلاب ورعفة بأولياء الأمور ولدنا بيمروا بحالة نفسية وعصبية خطيرة شكرا عمرو دي كلمة أخيرة حسن دي للجمهور وزارة التربية والتعليم والطلبة والأولاء الأمور بطمن أولاء الأمور وبطمن الطلبة إن شاء الله يبس مرحلة وبتعدي والحالة اللي هم فيها دلوقتي من عدم التوازن إن شاء الله حتستقر خصوصا إن الصف الأول السنوي بيه الكامل حياخد إن شاء الله بدأ حتى في الوقت السنة في هذه الأجازة يعني استلموا التبلغ بتاعهم فإن شاء الله حيب ترمي التاني الصف الثاني السنوي والأول السنوي معهم تبلغ كلهم ماشيين على نظام واحد وإن شاء الله حتستقر للأمور وإن شاء الله مستقبل وإن شاء الله بتمنى النجاح والتوفيق لأولادهم لكل الطلبة المستقبل يعني زي ما بتمنى لأولادي حضرات السجر المستشارين مستشارين دول ولادنا حضرات السجر المشاهدين عفوا بالنسبة دلوقتي إحنا مش ضد تطوير التعليم ولا ضد منظومة التعليم إحنا عايزين تطوير في التعليم والتقدم في التعليم وفي نهاية حلقتنا بنتوجه بخالص الشكر لمعالم المستشار عمر عبدالسلام شكرا عفوا دكتور ومنتقدم بخالص الشكر للأستاذ حسن الشبيني شكرا حسن دي ما يقالي كان في شكرا في نهاية حلقتنا بنتوجه ليكم بالشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته